اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتشفت موهبتك والله كنت زمان وانا في المدرسة ما كنتش بحب الجو الزيتة والكلام ده خدت روكم كده مع نفسي بمرة وعدت كتبت لقيتني بقى بكتب وبدأت بقى من الوقتها كده بدأت أكتب وبدأت أسمع أشعرات وبقى الشام الجخ طبعا وعمر حسن فبدأت أنا من موهبها وبدأت تنمو معي الحمد لله عملت دوان دلوقتي اسمه باد دوان حكايتك أشعر حكايتك أشعر ده ينزل معرض الكتاب ينزل معرض الكتاب الجاي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إسلام إذن كتشفت موهبتك أنا 17 سنة وبكتب من سنة تقريبا كنا في ثلثة عدادة وكتبت مسابقة لغة عربية والحمد لله كتبت مركز أول وبقيت من موهب المدرسة في المسابقات الأدبية بمثل المدرسة ومع الوقت اندمجت يعني في الموضوع وبدأت أعد مع ستزيته في اللغة العربية وادرس وبقيت بكتب شهر عامية وبعدين بقى بديت أنشر واسمع عراء الناس ولما عجبهم شجعون على كده إن شاء الله بإذن الله نور إزاي اكتشفت موهبتك بقى في الكتابة الشيار اللقاء أنا بكتب من أربع سنين تقريبا أنا عندي 17 سنة اكتشفتها في المدرسة اكتشفتها في المدرسة برضو أنا من النوع اللي هو بيحب يفرغ أي شعور عنده بالكتابة سواء كان حلوة أو وحش فكانت بدأت معي بمسابقات برضو زيه وفي المدرسة بس كل اللي كنت بلاقيه إن هم عايزين نوع معين يكبروني أكتب حاجة هم عايزينها فبدأت أخد لهم خاص بي أنا واكتب واعرض للمدرسين بتوعي ومشاركة بيني وبين صحابي وعندي أخت في الوسط الأدبي برضو بتكتب فدورها هي وصحابة معي كان كبير جدا فإن هم يوصلوني إن أنا موهوبة وعندي الموهبة دي فبدأت أشتغل على نفسي صراحة كتير لحد ما جي الوقت اللي عرفت إن أنا خلاص أنا كده قادر إن أنا أظهر أو أقول حاجة طب أنت محددة بتكتب قصائد صح؟ أنا بكتب كل الأنواع إنما حالياً قصائد أشعر طب سمعنا كده خاصدة؟ آآ النهائية نجزة عبكارينة موسيقى إيه فايدت أنا يا جنبك؟ فيش يتأخر وسواني كلام وإيه ينفع يطمني وأنا ردي تملي تمام وإيه قادر يطمني؟ وإيه قادر يهديني؟ أنا والله يومياً بحجز دمعتي في عيني كفاية كلام ملوش داعي كفاية وجودكم الزايف أنا قلبي بقى خايف ومش عايز دفع منكم ولا بيسمع بوائي كلام أنا تمام بعدي بفترة مش ولابد مشوفتش فيها جنبي حد لكن عادي كلام فاضي ملوش تأثير ملوش لازمة وإيه يعني أريب عنكم موجودي أساساً لازمة؟ فترة بس وبعد مدة وتصحوا عادي هتلقوا فجأة يوم ما مات فترة بس استحملوني بكل تعب حد مخلص من حياتي بكرة لما موت بعوني اوه وتمشوا وقفوا كالعادة بدوني فترة بس ويوم ما ماتي هتصحوا فجأة لا أموكي هتبقوا مش فاكرين سكوتي وتبقوا شايفين إنه عادي قضاءه دين كمان يومين هتنسوا اسمي من الحكاوي مش هيبقاي شاكاوي بتاحه اوه علاقي حد قايل فرق عندي اوه علاقي حد قايل فرق عندي كنتوا فيني وانا بكي واحد وسكتي دايما ضماره كنتوا فيني وانا شمسي ماتت ليلي مطلعنوش نهاره حطوا صوري على الشاشات ركبوها في أغنيات حطوا زنب فوق ظنوبي المالية كتفي مركب الأحزان وتطفي بكرة يظهر كل شامك بكرة يبقى مكاني صامت بكرة لما موت هيظهر إني فعلا كنت وحدي وإن دول فعلا معارك بكرة كلها يفهمني ما كنتش أجدب لما قلت أنا وحدي مرة ويبقى عارك حتى قبري يوم ما مات الورد زاره بعد مدة يزيد غباره حتى قبري هيتردن حتى اسمي هيتهدن كل شيء أنا شفته صدفة بكرة يتشاف صدفة تانية واللي كان قايل بحبك بكرة يخطب واحدة تانية واللي كان بيقول معايا هينسى يدعي لي تانية بكرة لما موت هتظهر حقيقة واحدة بس إني فعلا كنت وحدي وإن عمر ما حد حصل الله يعد بكرة ننتقل بقى الإسلام؟ محمد؟ محمد تكيد كذلك قصيد اوه لو هتسمى لك قصيدة حزين بردو جيتنا كده ومش قوي يعني ربنا يستر نسمى لك قصيدة كده صريعا ممش هي طويلة بس شوية محمد؟ محمد؟ بس شوية محمد؟ 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 وبتنتهي بسن السبعين ما بين السبعة والسبعين عمري بيعد ف غمض تعين ما بين السبعة والسبعين فرق كبير هنا لحظت دخولك لمدرسة وهنا لحظت خروجك من حياة هنا بتستنى العيد والنبس في الكياسة وهنا قاعد للموت بتستنى ما بين السبعة والسبعين فقول السبعة بتبدأ تعرف ركوب العجلة وتسأل أسئلة دفعها زي مثلا ليلة عليسه العروسة بيبسه دفعه أو أنت ليه ماما بتنامي مع بابا ومتناميش معاك أو أنت ليه بابا بترفرج عالتليفزيون ما بتزايدش ماما أسئلة دفع كتير بس تقعد بالفخر أسئلة منهاش إجابة أسئلة منهاش إجابة من أصغر مخ تبدأ تبص بالحياة على إنها دحكة ولعب وهزارة وكل تفكيرك في إنك إزاي تتحجيك وما تذكرش وتبيع الكتب بعد السنة وتخلص وأنت متعرفش بإن اللي جواها كنز ما يتبعش بملايين الأرض مش بكم إرش لكن عيل عيل وما تفهمش تعدي بفترة أصحابك كل مرة تلاحظ إنهم بيشدوك وإنت لسه سابت وماسك في كلام أبوك لما قالك احذر الصحاب يبني أحذر الصحاب يبني وما تنخدعش بيهم مهما حبتهم وحبوك لازم لازم يجي اليوم الخلوك واحتمل مني يا غدوك وإنت يا ابني بسنة لضهري إنت عجازي اسمع كلامي أنا مش عايزك تشرب من نفسي بكاس اكفيك شرر دك أسمره وقاسي تعدي الفترة وتلاقي نفسك ماسك سلاح واسمك كنت مجمد فلان ابن فلان وبعد ما كنت عايش بمزاجك ومرتاح بقيت عايش في أوامر وتعبان تعد سنينك على صوابع أيديك وراسك حطتها فوسط عينيك قعداك وتربصلك وبأي لحظة ممكن يهجم عليك مهمتك حماية الوطن ده برضو وطنك وخيره عليك شعارك يتموت في ده الوطن يتعيش بالنصر عموت أنا لكن تحيا مصر تفتح باب ذكرياتك تفتح باب ذكرياتك وتفتكر أهلك وصحابك وتقول والله دول وحشيني يا ترى نسوني ولا لسه فاكرني الجيش خد منهم وأنا اللي كنت فاكر إن ممكن عيش من غيرهم قديني بعدت عنهم وروحي كل يوم بتتسحب مني تكلم يفسك وكأنك لوحدك وانت حولك كتير بس مش حاسس بيهم من حبك لأهلك خلاك ما تفكرش غير فيهم وتعرف وقتها وتعرف وقتها بإن غربة صادة وإن الجيش مش لابة وإنك مهما تعرف ناس وانت بعيد عنهم برضو هتحس إنك في غربة تعد الفترة قد فلوس لما صارف الأيان قد فلوس هنجيب حاجات للبي قد فلوس هنجيبه دون جديدة قد فلوس هنغير ألوان الحيطة قد فعل أشيش ابنك يا بزاكير الشبابا ماما بتدربني رايح فين يا ابني خارج مع أصحابي أخر تري ابني وانت في عيد ميلاد صاحبي تبدأ مشاكلك العائلية تسيطر عليك وبعد ما كنت مسؤول عن نفسك فجأة بقيت مسؤول عن بي تشوف الدنيا وسع قدامك لكن دياء وفشك تباتل نير تقول يا رب واتدعي لولادك وتفتكر في الآخر بإنك نسيت تدعي لنفسك تضحك تضحك وكأني ولادك هم نفسك ولو الدعوة استجابي دي بقى كأنك دعيت ليك ومش لولادك وتعرف وقتها ان تضحبه الأمر وتفتكر كلامهم لما كانوا بيقولولك صري نفس ردك كان رد ولادك تفتكر كمان كلام أبوك لما قالك مش عايزة تشرب من نفسك كآس فتقول لنفسك والله تنستاهل مليون هداس تعد الفترة من شعرك النظر والكرس المتحرك والكرمشة اللي بوشك دليل على إنك في السبعينات ومع ذلك بتسأل على العمر بيقولولك العمر فات مبقاش فاضل منه غير الساعات وبرغم إنه كله قدام عينيه لكن برضه مش مصدق تسأل تاني على العمر نفسك حد يقولك بإنه مقلب وعاملينه فيه نفسك حد يقولك بإنه مقلب وعاملينه فيك أو تحل ومستني حد يصحير تتنع نفسك بإن فيه حاجة غلط مش ممكن تكون دين حقيقة دنيا وخطفت منك العمر فقلمت ديها دنيا وعيشت فيها دنيا وعيشت فيها وسدعت كلام أصحابك بإن العمر طويل وده آخر التزديق تتخضى في العمر منك ودك مش مصدق وبتقول ده مستحيل والمستحيل إنك مش قادر تقبل الحقيقة اللي قالك إن العمر طويل نسي يقولك بإنه بيجري أو كان قصد يبشرك بالخير بس معرفش إنه هيجي في الآخر على دماغك غلطت إنك صدقتهم وأقصاد غلطتك خسرت عمرك نفس كلام أبوك هتقوله لولادك إحذر الصحاب يابني فلا هيسمع منك وفلا هيطنعش ما تزعلش لإن اللي بتلع رغول ما ظلمش ما بين السبعة والسابعين عمرها هتقابل فيه كل الصفات فلا هيبعد عمك وفلا هيبيع الدنيا علشان يعيش جمعك فلا يعيش على صوتك فلا هيتمل موتك فلا هيكونك فلا هيتحمّر خيانتك فلا هيخاف عليك فلا هيجف صرتك ويفضح سرك هتقابل كل الصفات وهتعيش في كل الحلال هتفرح هتحزن هتتعب هترتاح هتجرح هتنجرح هتفشل هتنجرح هتعيش في كل أضوار وهتشوف إنها دنيا ما تستهلش وقت حزنك وهتشوف إنها دنيا ما تتعوضش وقت فرحاتك دنيا ومش عايزة مننا الخير صبرة دنيا ورمياتك في التعب دنيا ورمياتك في التعب علشان تقو عطمك مش عشان زي منك فاهم دنيا جنة لللي فاهمها ونار لللي مش فاهمها وبعقلك تقدر تعديها وتكمل المشوار هي دي الدنيا وهي دي الحياة باختصار على قد ما اعتبرين ليه دروس والله فعلا يعني جد الحمد لله ما أعظم كصيدة كده بشوف حاجات في الحياة فاعبر عنا بالشعر بحس ايه أوصل للناس يعني وجيت نظري أوه هقول الفكرة أو كده نتيل بقى بسلام حضر قصدت المهضر سبتيني وانا عالبر راحت عزيني الاول وقعديني لان حدث اشجعي طيب يلا يا حزين حزين يلا سبتيني وانا عالبر وعديتي للبر التاني بمركبك السايرة روحتي بتبني حياة تانية وسبتي مرة في التانية لحد ما تعودت ياريتك لما سبتي ايدي كنت لا تبت قاعد لوحدة على الكورنيش عمال بابص شمال ويمين فين انتي وفين البنادمين عيني على الطريق اللي بيجمع خطاوينا ايدي على قلب اللي كان لك بيت ظهري لبحر اسكندرية العجيب والساني بيردد اسرار حكاوينا ابص يميني فين انتي والبنادمين ابص شمال فين العيال اللي تسموا على اسامين انتي سايبة صراب في قلبي والسفن السفن بتحني للمينة طب ايه بقى مش حنى لللؤة ونرجع نسبك الاطفال وتبات الشعر بره العجينة خليني قاعد هنا اشكل البحر وبيع بطاطا على الكورنيش كذلك انت تيجي في اي وقت ما تلاقينيش انا برضو مش لعبة توديني وتجبيني وتبعديني الخط تخبك واما اوصل ما الاكيش واما مد ايدي على الهدية لقيها فيك انا قلبي مل الانكسار احسن لانام طول النهار وبط المعفرة ومامشيش طريق ولو قابلني تحدي جديد يا هقبل وكون زي العبيد اوارفض واعمل نفسي عبيد وريح دماغي من كل البلاوي وهفرح ساعتها بكوني حوي وهفرح ساعتها بكوني حوي الى اللى اللى هل لازم نكون محوتين عشان ما نخش لكن اذا صح قبل ما نرجع ثاني للنور اه اسلام ازاي طورت منفسك انا اتكلم معادي أنا قلت إنه اللي بدأ من سنة تقريبا في البداية كنت بكتب يعني ما حدش يعرف إنه كنت بكتب اللي هو بكتب في الدرجة ما حدش يعرف لحدنا بدأت أعرض يعني على زميلي في الأول بعدين قالوا تمام وهو ما بيسمعهم ودي حاجة جديدة وسط الدفا يعني وبدأت أعرف بقى على أساد زي اللي هو حاجة موسوك إنه لما أعرض حاجة على حد يبقى دا تحت جند الشي أعرف فعلا فأساد زي تبقى هو أكتر الشعبان عرف جيد هو اللي ساعدوك تقولوا نفسك نعم 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 دولي هم اللي برجع لهم قبل من نشر حاجة كده طبعا درسين دول علامة آه أكيد هيا بتعلم منهم أكيد طبعا أكيد محمد إزي تقولت من نفسك والله اللي بيت شعر أول لما لاتني بكتب وكده في ناس سمعتني كنت أول ما بكتب حاجة كنت بكتب كلام إي عبيت محدش بهمه بس كان في ناس كلام دا بيتشجعني استمر عارف وإن أنا عندي مهويبة استمر استمر في ناس كدير شجعتني وفي نفس الوقت الناس كده بتحبطني أنت يلك الحب اللي انت بتقوله دا هو الكلام بقى اللي انت عارفه يا انت واجهت الانتقادات بعض آه الحمد لله اتكلمت مع شعره كتير وعادت مع شعره واستفدت من خبراته ومسمعت الشعره كتير والحمد لله ربنا يا كرم من دلوقتي عامل دوانه بإذن الله الدوان الجاي 2021 2022 إن شاء الله يعمل نعيش يعمل نعيش إن شاء الله إن شاء الله بإذن النور تأخرنا عنك شوية وارجعنا لك تاني قبل ما تقول القصيدة إزاي تهورت من نفسك أنا أعز أعرف إزاي في الكتابة بدأت كتابة وبعد كده دخلت في الشعر أنا أول بدأت كتابة ترفضي فكرة أني بنت بتكتب عاملتك كل ما أقول لحد أنا كتبت حاجة يا سيتي عادي على جانب إنتي مش هتنفع حاجات عادية كلنا بنعرف نكتب أي كلمتين يتسمون كتابة عاملتك فالهو خدتها عند بدأت الموضوع مع نفسي بدأت أكتب سنة في سنة وصلت إن هو أنا بأعرض على حد عارفة إن هو هيفرح لي أو حد يشجعني فبدأت مع مدرسين اللغة العربية عندي في المدرسة بدأت أعرض عليهم أنت عندك مقطة هنا عايزة بتصنح هنا كذا كل ده كانت الكتابة العادية قبل ما وصل للشعر أنا كنت بشوف الشعر كأبنية بالنسبالي عشان أكتب أنا قابلها قعدت فترة كبيرة حوالي سنة بسمع بس بسمع للجخ عامل حسن رهيم كده فبعد السنة دي بدأت إن أنا عايزة أكتب بجيب الكفايت بتاعتهم هم حتى في الأول الكل قال لي أنت كنتي واخدة لونهم يعني في حاجة أنا أحس أنت عاملت يا أب كنت بكتب عن رتم التاهم بحس إن أنا أعرف أصبط وزن أصبط كافيا بعد كده يبقى ليكي لون الوحدة بعد كده أعرف أخد حاجة لي خاصة بي يا أختي الكبيرة كانت دايما بتقول لي كده لما أريها شيء تقول لي إبعادي عن لون الشخص ده أحطي لون ليكي أنتي فبعدها كنت بجيب الأغاني المقاطع بتاعت الأغاني بمسك المقطع بحط عليه كلمات من عندي أنا أحس أن أنا أمشي على نفس وزن الأغنية بس كلامي عشان توصل لي من تحدي عشان أوصل للفكرة التي أنا أعيزها بعد كده بدأت أكتب حاجة خاصة بي أنا لون تاني اللي هو أنا دلوقتي لو كتبت شيء أو تعرض شيء من كتاباتي وسط حد بيعرفوا يميزوني عن غير مش شبه حد فأنا أخدت قطوات كتير جدا عزان وفكرة عشان توصل لي أنت فيه فعلا في الأول كنت شبه ناس كتير لما دلوقتي عارف أن أنا ليه لون مختلف طب سمعنا بقى المندون المختلف بتاعي القصيدة صنعها وحداني ما شاء الله فضاليا 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 نور فابلت واحد مرة في السكة فحظني جامد ساب لي ذكرى جوه ضلع الدول فبقت لي صاحفة شاركت فرح وشنت عنه مني قال سلم يا ساحف عمي على حزني حزني وحزك واحد فسلام يا دوك بالإيه احكي لا شيء عنك جنبك لو لم تبعي اديني حزنك كله مش توبك خد مني عمري وخدت في جيوبك ونعصت مرة حياتي ملك إديك خد إيه في السكة فعدي ويا إديك خد قلبي يوم ما يزيد وجه على قلبك امشي معي على طريق ما عرفش إين هاي وارسل معي في حلم ما عرفش إيه تاي خد مني دحكة وغنوا مع الرسال خد مني راحتي وهذه دقي البالياتي تكون مبسوطة خد مني كل ما تبقى محتالي أنا دونك اكتبروني أنت في حكاية دفنة في دونية البردة وفي صحرة في عيوني وانت في إيديك وردة بتزرعها فيها في تقيل الدستان خد مني عمري وعمري تاني كمان لجل أن تكون حدي خليت في ضلي وعاك تسير يدي مهما الحوارد دي خليني ورا ضهرة من دون حماكنية الدنيا عمت إيه بأموال وكسبتاني هبقى قريب خد مني كل من الحل وجوايا خد مني روحي وضل ويايا وياك تغير ياك تغير بعد السنين ما عجزت فيا صبحت فجأة قريب فين كفك اللي دفنتها في كافي ليه الدنيا برد ما بقيتش بالدفن والصحراء رجعت هدمك البستاني كل الحواري الضيئة وسعت كمان بس الغريباني ماشي الطريق واحد بدون إيديك أو نظرتك ليه بدون عينيك أو ضحكتك ليه ماشي الشوارع بردة زي التن بس الدموعك تهزم والدود سلمت يومها علي ليه لما الفراء كان بيدي ديد مكتوب سلمت يومها علي ليه لما الفراء كان بيدي ديد مكتوب طب خدت مني الحلو ليه كله وضربت لعنة وبيتش مكتوب علمتك الدحكة والفرحة علمتك تعيش دروح علمتك إني ملازك وقتا ما فيجي تبوح خدت العلال مني وضربتني الخيبة سابت في قلبي دروح فمشيت واحد السكة من بعد وقابلت طيقي في آخر الشارع قربت باجري عليك بلاقيه واحد غريب أو حتى حد جديد سلم علي وقال لي يسليك تيبل أكلك صافر فبعدت إيدي بسرعة عن كفر وعناي رفع ضموها بيدفر والدنيا فجأة أظلمت تاني قلت الحقيقة بإمني وحداني وصحابها تيدي وتمشي بوايك وتسيبني بأسة حتى ما بقى حديث مش عايزة أجل حد يشبهني ولا صاحب تاني حد سصة جديد أبدعتي نهاية أهل كلمة أقولها لك نختم الفقرة بالسريع مع إسلام بقصدة سريعة ده الإسلام معيك والكاميرا معيك وإحنا معيك عندك حلمك إسعى وعافر عندك نقاد لكن بالسلم كمل مشوارك للآخر أنت عديته الجزء الصعب عندك دعا القومة طلوب عندك قوة تهد الطوب اسمع للكلمة اللي تشكع ولا تسمع أبداً لكلامه أقصد الناس اللي تهدك أحسن لك ابعد عنهم عندك أعداء مش بي نفسه دول بس أصدينك أنت مع أنك في منافسة شريفة ملهاش بطل غيرك أنت ركز على الخطوة الجاية ركز على الخطوة الجاية احسمها وبلاش تتأخر ركز على الخطوة الجاية احسمها وبلاش تتأخر هتلاقي ليك فنز وجمهور فبلاش تخزي الأمليهم أصل الدم بيحن البعض ما أنت واحد من مستيهم أهلك وصحابك وأحبابك والنص التاني دول جيرانك هتلاقي الحلم بيتبخر لكن بيحوطوا جدرانك اسعى وعافر علشان تستاهلت ان انت تكمل مشوارك ركز على الشعور شعور ركز على الرحلة أكتول من غريني أنا وسعيد بوجودة كمعية والله الفقرة عادت بسرعة والله هكتعايز نقعد مع بعضنا أكتر شكرا تعود مرة تانية بإذن الله بتتعود تاني يعني فقراتنا دي مع الشعرات الجميل محمد إسلام تامر نور عيد ونتظرونا في فقرة تانية مع باق الشعرات والكتاب شكرا